موسيقى ويا صباح الخيرات والبركات على أحلى متابعين بالعالم كيفكن حبايبي إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب هالفيديو المفروض كونه منزلته من شهر لأنه بصراحة هالفيديو بالذات بده كتير رواء وبده كتير هيك طولة بال وأنا هالفترة هدول التنتين ما عندي ياهون ما عندي لا طولة البال ولا الرواء وهلأ أثناء الفيديو بحكي لكون شو ساير معي بس هالفيديو رح يكون تبديل الديكور من الصيفي للشتوي وهلأ بداية شغلي رح تكون من المطبخ بس بالبداية حبيت ورجيكم كيف بحتفظ أنا بالأشياء الخاصة للشتوية بسندوق التخت أو بعمبر التخت دائماً كل سنة بنهاية الصيف أو بنهاية الشتة بغسلهم وبنشفهم تمام وبخبيهم بهذا الشكل شوفوا هلأ أول ما بفتحها بتفتكروا أنه أنا هلأ شاريتها علماً أنه هذا الفرو عندي ياه تقريباً صر له أكتر من أربع سنين كل سنة بغسلوا وبحتفظ فيه بيرجع كأنه جديد بغسلوا بالصابون السائل للملابس الملونة أما إذا بنا نستخدم فيه الصابون تبع الغسالات الأوتوماتيك بصراحة بينتزع معنا من أول استخدام وعلى فكرة أنا هذا الفرو وحتى هون مثل ما شفتوا أنتو وجوه لمخدات البيض هدول حاططهم بالأوتوماتيك يعني ما بغسلهم على إيدي ولا بعزب حالي أبداً بحطهم بالغسالة الأوتوماتيك وبحطلهم غطى من الصابون السائل الخاص للملابس الملونة وبس يطلع من الغسالة بنشفه تمام وبعدين بمشته بس ينشاف يعني بمشته تمام بفرشاية نظيفة وبحتفظ فيه بسندوق التخط بيبقى عندي من السنة للسنة ما أحلى ومثل ما شفتوا أنا كنت حاطة كفر لكراسي المطبخ لونه أبيض ومشجر هلا هي الألوان بحصة صيفية هلا بدي أغسلهم وإيمون إن شاء الله زرب العالمين أحيانا وجعلنا من الطيبين للصيفية الجاية وبدي حطلهم كفر خاص للشتوية هلا أنتو بتقولوا أي هو كفر يعني إنه شو صيفي وشو شتوي ما بعرف أنا بحس الألوان هيكلية فيها يعني مثل نحنا بنسميه مشجر أو ورود أو هيك أشياء يعني هذا كله بحصوا صيفي أما الأشياء الهادية كلها بحسها هي ألوان شتوية لكن بالبداية مثل ما تكون شايفين ألبت الكراسي على الطاولة حطيتهم مشان أمسحهم مسحة مرتبة وبعدين حطلهم الكفر الشتوي هلا بالعادة لما بكون عم بدل الديكورات هيك من الصيفي للشتوي أو لما بيكون قرب موسم رمضان وبصير بزين بيتي للرمضان وبكون أنا من أسعد الناس يعني بشتغل هيك من قلبي بحس أما هاي المرة يعني عم بشتغل والله دموعي عم تنزل يعني كتير كتير نفسيتي تعبانة هلا رح أحكي لكم ليش يعني واللهي عم بشتغل وهيك ما لي نفس مشكلتنا إنه لازم نحن نترك هذا البيت وندور على بيت تاني مو صاحبة البيت عم تطالبنا فيه يعني إنه بديالة بيتها أو شي لا لا أبدا بالعكس صاحبة البيت من أرقى الناس اللي تعرفت عليهم بحياتي وعلى فكرة هي مهاجرة برات البلد يعني ابن إختها هو اللي مستلم يعني البيت عنها مشكلة إنه الظروف الاقتصادية يعني صعبة جدا جدا صايرة ودائما نحن عم نحاول ندور على بديل أفضل فما عم نلاقي بديل غير إنه ندور على غير بيت وهذا البيت يعني ما بتصدقوا أديه هو غالي عليه يعني واللهي شوفوا اللي عم سجلكون الصوت وأنا يعني هيك حاسة بغصة البيت هاد كتير يعني سكنت فيه تقريبا ست سنين عطيته من قلبي حبيته من قلبي رتبته من قلبي يعني ما بعرف شفت فيه لحظات كتير حلوة فلما عم نطلع نشوف أنا وزوجي يعني عم ندور على بيوت ما عم يعجبنا ولا شي يعني عم نحس إنه ما فيه أي بيت عم يشبه هاد البيت حتى أي تصليحة بدي أعمله بهذا البيت دايما عم أقول اي خلص يعني طالما أنا بدي أطلع منه فليش لصليح ليش لأتعب عليه يعني مثلا هلأ كراسي الصفرة هدول السفنج تبع هون كتير كتير صاير خفيف يعني وعم يوجع الظهر يعني مرات نحن بنعود بالمطبخ قاعدة طويلة إنه مطبخ كبير وضاوي ما شاء الله وكذا فتخيلوا أنا بدي حط السفنج يعني ما ليس أخياني إنه يروح أخذ الكراسي لعند المنجد ويساوي لي ياهون لأنه بالنهاية إذا بدي أترك أنا البيت فهنه لمو لألي وعلى فكرة أنا بهذا البيت كله اللي شايفينه أنتوا بكل شي عفش فيه بكل شي غراض فيه أنا ما بيمتلك غير ملابسنا أنا وزوجي ولادي وغراض المطبخ يعني مثلا صحون صواني طناجر هيك بس هي الأشياء اللي بيمتلكها أما غير أشياء كلها مو لألي لصاحب البيت وشوفوا هي كمان عندي فاير بلايس هي فقط للديكور يعني بس بيستخدمها بالشتوية كديكور ما بتعطي دفع وإنما هي شكل كأنه نار يعني اشتريتها أنا من بالي ألماني تقريبا هيك من ثلت سنين أو أربع سنين بس شو صار معي إنه في محرك بيحرك كأنه النار يعني كأنه النار عم تتحرك هون المحرك احترق فلما رحت بدي صلحها تخيلوا قال لي إنه سعر المحرك بسعرها كلها هاي فقلت له خلص ما بدي يعني هلا بس هيك بتشعل ديكور نار طالع عما ما بتتحرك النار وهي قطعت الفروء هاي بحطة تحت الشاشة هلا أكيد بتكونوا عم تسألوا حالكم إنه مازال هي رح تطلع من البيت فليش هي عم تبدل الديكور بين صيفي وبين شتوي هاد الشي هيك بيريحني شوي نفسيا يعني لأنه أنا كتير بعشاء هاي الأشياء يعني الترتيب يعني هوايتي الترتيب للبيت فشوي هيك ترتاح نفسيتي لأنه عن جد هاي الفترة ما بتسدوا قديش هيك مضغوطة نفسيا وما لي خلق لشي والله كرهاني كل شي يعني عن جد كرهاني كل شي حرفيا حتى المروحة بالمطبخ إلها ديكور شتوي لحتى ما يدخل عليها يعني بخار الطبخ والغبرة من هون للصيفية الجاي وإذا انتبهتوا إنه البرداية اللي على شباك المطبخ صاير لونة خمري أو هذا اللون اللي بيقلوله ماروني فأنا رحت عالسوق وشفت من هاد القماش بس إنه الوردة بتختلف ألوانها يعني فيه البرتقالي والوردي والأحمر فأنا خترت اللون الأحمر باعتبار بتلبق على لون البرداية الأصلية فقلت له للبيعي قصلي متر وأخدت على الخياط قصة هيك بشكل دائرة وخلالها هيك مطاط على الداير وقال لي أنت بس شدي المطاط على حجم المروحة الأسبوع الماضي راح زوجي عما يسأل المكتب العقاري إنه شو عنده شقة يعني فاضية فقال له إذا بتحب هلأ موجودة عندي شقة فاضية بتجيبه غراضك وبتجي والشقة زيرو شو يعني زيرو زيرو يعني لسه ما مسكونة إبدا وشو حلاوة القصة إنه البرج قريب علينا يعني هي صايرة الشقة ببرج والبرج كتير قريب علينا يعني أنا فرحت إنه ما منكون نحنا غيرنا المنطقة أنا كتير بحب منطقتي فاتصل فيني زوجي قال لي خلص انحلت الأمور والحمد لله لأين شقة والله ما في خمس دقايق رجع اتصل فيني وقال لي أنسي الموضوع قدت له ليش قال لي طلعت الشقة بالطابق 16 وهي البناية البرج كله يعني 37 طابق فقال لي بالطابق 16 قال لي ما لي مصلحة يعني كتير صايرين نحنا عم نخاف من الزلازل هون عنا الزلازل غير شكل وهون يعني مثل فاصل ونواصل يعني جعنا كتير فحبيت أعمل هيك صينية بشاميل ع السريع ما كنت يعني مهيئة على الأساس قلت لهم بس بقلي لكم بطاطا وصلطة فبعد شوي هيك غيرت علي وقلت بعمل لهم بشاميل هلا البشاميل يعني الإغلبية بيعرفة وأنا منزلتها عنتي على القناة قبل هلا أنا بقال لي معلقتين طحين بقطعة زبدة تقريبا 50 جرام بقال لي لطحينات لحتى يصير لونهم هيك دهبي بعدين بنزل فوقون الحليب وبحرك على السريع وبحط رشة من جوزط طيب ورشة فلفل أبيض ومكعب ماجي وبكونوا مقالية لحمة وبصلي وبحطت كمان يعني اللحمة والبصلي هي علي كيفكم بتحبوا تحطوا وجاج بتحطوا لحم بتحبوا وسادة ما بتفرق ودخلت على الفرن لحتى يتحمر وشها ونسيت لكم أنه قبل ما دخل على الفرن حطيت لها جبنة موزاريلا وأول ما بتطلع من الفرن فورا لازم نغطيها هاي الطريقة بتضمن لك أنه وقتة أسمية بتطلع يعني هيك قطعة كاملة أما إذا ما غطيتها رح تطلع فارطة يعني بتغطيها شي خمس دقايق أو سبع دقايق مو أكتر وهيك أكلات مثل الماكرونة مثل البطاطا المقلية مثل الإندومي بحسة هيك حل يعني سريع إذا الأم مالة فاضية أو تعبانة أو مثل اليوم أنا عندي أنا اليوم مبارح كتير كان فيهم شغل يعني هيك بالبيت مثل ما قلت لكون يعني أول الشي أنا ما كنت مقررة أبدا أني بدل هيك ديكور صيفي وشتوي ما أنه يعني هي ديكورات على أدى يعني ديكورات بسيطة أنا ما بعمل هيك أشياء يعني خاصة للقناة أنه والله بروح بشتري هي شغلات ديكورات خاصة للقناة لا 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 أبدا أبدا الشي اللي عندي بطلعه لهيك أنا إذا شفتوني أنا كاتبة باللمحة التعريفية عن قناتي أنه يعني ببساطة بشتغل شغلات ببساطة ما بحاول أشتري شي بس أنه لحب تصوره وهيك صور شكل المطبخ من بعد ما غيرت الديكور إن شاء الله يكون عجبكم بالله عليكم إذا حبيتوا هاي الأشياء البسيطة يلي عم بعملها كتبولي وشجعوني بركي هيك شوي إذا بقرأ التعليقات الحلوة بتتغير نفسيتي بعن جد كتير أنا بحاجة هيك لتعليقات حلوة ولكلام يشجعني يعني ما بعرف شو رب العالمين كاتب لنا بهي الأيام الجاية يعني احتمال أنا ضل دور على شقة وما لاقي وضل قاعدة بهذا البيت واحتمال بكرة لاقي شقة وانتقل عليها يعني كل يوم بيوم معايشين وهلأ صايرة كل ما برتب شغلي بالبيت هيك بتلاقيني هيك بعض وبكن وببكي يعني بقلي زوجي لك شبك يعني ما كنتي تخلصي من البكة من هاي الأشياء قلت له ما عم بقدر ما عم بقدر يعني أنا تعلقت بهذا البيت كتير ما ليحاب بيطلع منه بس في مثل بيقول انه شو جاب رك على المر غير الأمر ونحنا لو ما ظروف المادية الصعبة جدا والله ولا بطلع ولا بفكر يعني نحنا أول يوم أخدنا هذا البيت من صاحبتي البيت لنا لا نحنا ما رح نطلع منه إلا على الأبر يعني عن جد كتير تعلقنا فيه وحبينا المنطقة منطقتي صايرة بنص البلد وكتير يعني مريحة وقريبة على كل شي هون هلأ الصالون يعني خلصت المطبخ بالبداية وركنته ورتبته وهلأ بلج دور الصالون هاد الصالون هو نفسه يعني غرفة القعدة اللي بنعود فيها البيت صاير عبارة عن ثلاث غرف نوم وصالون كبير يعني هاد الصالون كبير كبير يعني تقريبا نعيب كنت قولوا قد غرفة ونص أو قد غرفتين صغار واسع ما شاء الله جدا جدا وهذا الديكور يلي شايفينه انتوا يمكن شفتوا قبل هلأ عندي ع القناة انه هادا ديكور صيفي يعني شفتوا انتوا أنا حاطة مثلا بالفازة كانت الساق البامبو هاي اللي اشتريتها واتصورت لكم ياها المرة الماضية صناعي هنين وهيك بس بحسن انه صيفي سبحان الله هلأ لو كانوا طبيعي ما رح ايمون بس لأنه صناعي فقلت انه خلص هدول ديكور صيفي بخبيهم وبرجع بطلعهم الصيفية الجاية حتى هدول المخدات كمان هيك بحسن صيفي انا هيك دائما عندي انه الالوان الصارخة الالوان اللي فيها هيك يعني فرح وهيك هاي بحسن الوان الصيف فبقيم هاي الديكورات وبخليها للصيف اما الالوان الدافية الراكنة اللي هيك بتحسسك بالهدوء هاي بحب تكون بس الوان شتوية وعلى هاي الكنباية انا مخلية للمخدات السادة الوان بس سادة اما الكنباية اللي شفتوها بالبداية عليها المخدات لمعرق اللي عليها ورود هو احلى الشي اللي بيساعدني اني يعني يغير الالوان انا انه الطعم الكنباية تصير لونه بيج او طحيني بسمو فبيلبق عليه كل شي وهو المخدات الاساسية تبع هادو الطعم كمان لونه نطحيني هيك مربعات صايرين ولونه نطحيني بس انا مخبيت له اولا صاحبت البيت ما حبيت استخدمون ابدا ابدا لانه انا اول ما سكنت بهالبيت شفت انه الطعم كأنه رسمي صاير يعني شفتو انتو البرادي هيك لونه نطحيني على دهبي والطعم الكنبايات نفس الشي فحبيت اكسر هالنمطية هيك تبع الرسمي واكسر هاي الالواني اللي هيك رسمية زيادة واشتريت مخدات ملونة لحتى تصير غرفة الاعداء يعني سبور شي سبحان الله هلا بيوت الاجار دائما بتكون حظ هلا انا انتقلت ثلاث مرات خلال تواجدي بهذا البلد بهالعشر سنين ثلاث مرات انتقلت هذا البيت يعني العفش فيه مرتب جدا جدا حتى غرف النوم بتاخد العقل خشبيتها بتجنن فلهيك هو غالي يعني اجرته غالية ولا تنسوا كمان انه هلا هو هذا البيت طابق اول والطابق الاول هلا بزمن الزلازل كتير مرغوب يعني الناس كلها عم تترك الطوابق العالية وتجي على الطابق الاول بتذكر اول بيت سكنته انا اول ما اجيت على هالبلاد كان بالطابق 12 هلا صح هو بالطابق 12 بس فيكون تقولوا اعلى من ال 12 بكتير لانه المنطقة جبلية والبناية هيك مبنية بتحسوها على هيك مكان عالي وقريب كتير عليه يعني بنفس المجمع بعدي ببنايتين ثلاثة موجود لحد هلا البيت فكانوا الجيران اول ما يجوا هيك لعندي يقلولي الاطلالة رائعة كأنه بالطيارة بس نفس الوقت مخيفة جدا حتى بتذكر بسنة ال 2013 اشتريت له لابني خيمة من هلي بيجي فيها الالعاب هيك كرات صغيرة واشياء هيك للاطفال فكنت فاتحة انا باب البلكونة وانا بالمطبخ فتخيلوا انه الخيمة كلها طارت من الغرفة وطلعت عالبلكونة وطارت ولحد اليوم نحنا بنسأل حالنا انه يا ترى لوين راحت يعني ما لتقيت بالمجمع كله علما انه الخيمة كان اياسة متر ونص بمتر ونص وفيها كل الالعابه لابني ومع هيك طارت من الغرفة عالبلكون ولبرات المجمع بس الهوى كتير كتير مزعجي يعني صيف شتي عنا الهوى كان فضيع جدا وهيك الديكور الشتوي للغرفة صار جاهز عطوني رأيكم اي ديكور حبيته الصيفي او الشتوي انا بالنسبة الي ما بحب الشتاء ابدا 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 بس بحب ديكورها كتير بحبه خاصة هلا وس بيقرب رمضان بصير هيك بحط الفوانيس وبحط هيك الاشياء الخاصة لرمضان اما الصيفي بحس هيك بالفرح فيه صراحة لان بس تكون الشمس طالعة انا بكون سعيدة يعني دائما انا هيك مرتبطة مع الشمس انا انسانة شمسية مو شتوية ابدا ابدا يعني صح انا بحب ديكور الشتاء لكن الشتاء كلها بكون فيها كئيبة الا اليوم اللي بتطلع فيه الشمس والله اول ما بفتح عيوني اول ما بشوف الشمس طالعة باللا شعور ببتسم باللا شعور هيك بحس حالي نشيطة مثل الفراشة عم بشتغل اما اليوم هلي ما بيكون فيه شمس كل اليوم بحس عندي فيه خمول وبس هيك بدي خانق مع حدا مع اي حدا بشوفه لازم اتخانق معه لهيك كتير بحب اتمشى يعني اول ما بخلص شغلي فورا بنزل وبتمشى يعني لو ما رحت اماكن بعيدة بنزل على حديقة المجمع وبعد تحت على الكراسي لحتى تغيب الشمس يعني من غيب انا والشمس سوا هي بتروح على بيتها وانا برجع على بيتي وبكره الشتوية لعدة اسباب بس السبب الرئيسي اللي هو الامراض يعني من اول يوم ببداية موسم الشتوية لليوم ونحنا مرضانين مو بس نحنا كل البيوت هيك يعني اي حدا عم نسأله عم يقلوننا مرضانين كل العالم عم تعاني من ارتفاع حرارة من سعلة من وجع بالمفاصل من اقياء من اسهال عن جد مو طبيعي هذا الفيروس يعني يا محل الكورونا كأنه هاي المرة الكورونا يعني هيك صرنا نترحم عليها وعلى فكرة انا وزوجي ولادي رجعنا للكمامة يعني متل ايام الكورونا حتى الاماكن المزدحمة ما عم نفوت عليها يعني يومين اخذ معي ترتيب البيت ما بين تغييرات بالديكورات الصيفية والشتوية وتنظيف عميق جدا للبيت كله يعني هلا انتوا بس شفتوا الصالون والمطبخ اما لسه في غرف نوم ولادي وغرفتي والحمامات والبلكونات هذا كله نظفته تنظيف عميق وانا مرضانة والله حرارتي كتير كتير مرتفعة يعني اول ما باخد خافض للحرارة بتنشط وبشتغل وكل شي بساوي هلي بديها واول ما بترجع الحرارة هيك بس بدي نام هذا كل شي يعني كوم ولسه السعلة كوم تاني يعني السعلة عندي اياها ما بعرف شو شو بدي اوصف لكم اياها يعني والله من حدة السعلة بحس الكلية عندي بدي تطلع من مكانها بس معلش لازم الهي حالي حتى ما ظل فكر بالبيت وانا شو رح يصير فينا يعني دائما الشي المجهول الانسان بيخاف منه ولا تنسوا انه الانسان اذا تعود على شي فصعب انه يتخطى يعني انتي قاعدة ببيت مدة طويلة وتطلعي منه رح تفتقديله واذا قاعدة ببلده وتركتيا كمان رح تطلعي منه كمان رح تفتقديله اذا ابنك سافر من قدامك كيك سافر فرح تحسي هيك بيغصة وانه انتي متعودة على وجوده وهون حطيت الشمسية ورا الباب مباشرة لحتى اول ما نطلع نتذكرها لانه دائما بس نطلع ونصير بنص الطريق وتنزل المطار ونتبهدل فمنتذكر انه ييه لكنسينا نجيب الشمسية فقلتلون خلص ديصير عالقلكون ياها ورا الباب لحتى ما تنسوا وهون عندي هاي الطاولة يلي بالاساس كانت طاولة ماكينة حاطت انا ورا الباب الخارجي مباشرة يعني ورا باب لصقاء وحطيت عليها هاي الفروة يلي شفناها سوا بالصيفية كنت حاطة عليها مفرش من التول وهلأ بالشتة حطيت عليها هاي الفروة لحتى تعطي جو الشتوية وعندي هاي السبورة الصغيرة دائما بحب اكتب عليها اشياء ايجابية واليوم كتبت عليها اسم الرزاق من اسماء الله الحسنى ان شاء الله ربي بيرزقني وبيرزقكن اجمعين بس انا دائما عندي يقين انه الرزق مو بس بالمال الرزق هي صحة الجسد رزق بر الاولاد لنا هو رزق الجيران الطيبة رزق المحبين اللي حوالينا هو رزق التيسير بكل امور حياتنا فيارب يرزقني ويرزقكن كل شي منتمنى وكل شي هيك بيخطر على بالنا ومنفكر فيه وهون عندي اخر شي هي طاولة غرفة الاعداء حبيت اختم فيها الفيديو كتير كتير لاني بحب هاي النبتة هاي ما شاء الله النبتة الى عدة اسماء البوتس قلب عبدالوهاب تليفوني البلاب لها كتير كتير اسماء انا كتير بحبها هيك وبحسها بتعطي هيك روح للغرفة بس انا حاطة طب مي مو بالاتراب اهم شي هلأ بالشتوية يكون الجو حواليها دافي وعليها اضاءة ممتازة ولهون حبايبي بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو بتمنى من كل قلبي ما تنسوني من لايك وتعليق عن جد انا بهالفترة كتير كتير بحاجتكن وان شاء الله بشوفكم في فيديوهات جديدة كلها طاقة ايجابية وامل وتفاؤل بامان الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة